السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسيرنا اليوم عن رؤية البجدونس الأخضر في المنام أولا تفسير رؤية البجدونس الأخضر في المنام للعزباء بزراعة الفتاة العزباء البجدونس الأخضر الطازق في المنام يدل على تحقيق الأمان والأهداف وعلى الحظ السعيد في العمل وفي الزواج وعلى زواجها من شاب بحسن الخلق وزو مال ورؤية الفتاة أنها تقوم بزراعة البجدونس في المنام يدل على النجاح والتوفيق في حياتها الدراسية أو العملية وإذا رأت الفتاة البجدونس المفروم يدل على اقتراب زفافها ما تفسير رؤية البجدونس الأخضر في المنام للمتزوجة إذا رأت المتزوجة أنها تأكل البجدونس الأخضر في المنام يدل على زوال المشاكل والمتاعب وعلى سعة الرزق وكسرة المال المتحصل عليها وإزارات المتزوجة أنها تكون بغسل البجدونس وفرمه في المنام يدل على السعادة والاستقرار في حياتها الزوجية ورؤية المتزوجة أن البجدونس رائحة كريهة أو متغيرة يدل على قسرة المشاكل والمتاعب التي تتعرض لها المرأة بيتفسير رؤية البجدونس الأخضر في المنام الحامل إزارات الحامل أنها تكون بزراعة البجدونس أو شراءه في المنام يدل على قرب موعد الولادة كما يدل على تأسير الولادة وسهولتها وإزارات المرأة الحاملة أنها تأكل البجدونس الأخضر الطازق في المنام يدل على ولادة مولود ولد وعلى تمتع المولود بالصحة الجيدة كما أن الله سوف يرزقها بالمال الوفير بيتفسير رؤية البجدونس الأخضر في المنام المطلقة إزارات المطلقة أنها تأكل البجدونس الأخضر في المنام يدل على تبدل حياتها إلى الأفضل وعلى الرخاء والسعادة في حياتها ورؤية زراعة البجدونس في المنام المطلقة يدل على زوال الهموم والهم والقرب وعلى تحسن الاحوال الاقتصادية وعلى حصولها على وزيفة مرموقة وبكده تكون حرقتنا النهاردة خلصت لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته